السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي شهيوات أمنيزر بيتس كويزين كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وانتم ما كتشاهدوا هات الفيديو اليوم إن شاء الله غادي نشارك معاكم الوصفات أو الشهيوات اللي حضرت الفطور ديالي ديال اليومة كنتمنى أنهو مينالوا الإعجاب ديالكم ما تبخلوش عليا بلايك ديالكم والتعريق ديالكم محفزة وبارتاجيو الفيديو مع الأحباب والأصدقاء لتعم الفائدة واللي مازل ما مشتركش كنت رح حبيك اختيش شرك في القناة وفعل زر الجرس باش يوصلك الجديد ديالي إن شاء الله غادي نخليكم مع تسمة الفيديو فورجة ممسعة وبسم الله على بركة الله أول حاجة غادي نبدو فيها وكيف العادة وكيف دائما نية تحلية أخذ هنا واحد الكسرونة باش غادي نصوب الكريمة البيضاء غادي ندير فيها 4 ملاعق ديال السوكا سنيدة بالنسبة للسكر تيبقى على حسب الضوء ديال كل شخص واللي كيبغي الحلاوي يكتر يعني يدير ربعات المعالق واللي ما تيبغيش الحلاوي يدير ربعات المعالق عندي الجمعالق الكبار ديال الناشا او الميزينة وغادي نحتاج سفار بيضاء ممكن أنكم تستغنو عليه تماما ما تديرو شي يعني نهائيا وممكن أنكم تديرو لأنه يعطي واحد القوام كريمي للكريمة ديالنا قدرت واحد الملعقة صغيرة ديال فانيلا وعندي نصف لطر من الحاليب الحاليب كناخد منه واحد شوية كنخويه على هدوك النواجب كنخلط جيدا حتى ما كيبغيش عندي كويراس عاد كنضيف متبقى ليا من الحاليب وسنخلط جيدا وغادي نوضع الخاليط ديالي على عافية مهيلة مع التحريك المستمر حتى كيعقاد لي هاد الخاليط كتولي عندي واحد الكريمة اللي كتكون خاطرة شوية ولكن ما كتكونش بحالك خيم باتي سياق كيف كنقول لكم دائما التحليات إلا بغيثوهم يجيوكم كريميين يجيوكم شواقفين وقاصحين ما تخليوش الكريمة حتى تتعقاد بزاف لأنه قدما تقالت بزاف قدما تتجيكم الكريمة تقيلة في القوام دياله صافي انا غنكتفي بها بهد الشكل هذا يعني صافي هذا هو القوام اللي بغيت نحصل عليه يعني كريمة خاطرة وانما مشي بحالك خيم باتي سياق صافي انا اخذي هاد الكويسات هادو هم كبار البناس هاد التحليات قدر تخرج لكم تتمنية الكيسان صغير ورين يعني ديال التحليات اما هاد الكيسان هادو غير انا بغيت نغير شوية ودرسوهم في هاد الكيسان اللي كبار وانتوما ديرو غير في الكويسات اللي صغار باش اكيد تخرج لكم بزاف وحتى في الماكلة يعني متقهمكمش هنا عندي 300 جرام ديال الفريز اللي ديجا مجمد بالنسبة لهاد المرحلة ممكن تستعملوه في بلاط الفريز الكيوي لعندكم ولا بغيتو تعاود الفريز بالكيوي صافي انا اخذيت كي بقيت لكم 300 جرام ديال الفريز درت عليها جوج معالق ديال السكر سنيدة كيف كتعرفوا الفريز يكون شوية حامض والحلاوات تتبقى عليها حسب الدوق ولكنها جوج معالق جوني كافيين فيها يعني جابوا الحلاوات ديالها زوينة وبقات في ديك اللضغة شوية ديال حموضة ديال الفريز سوف نضع الكسرنا فوق النار ما نضيف لها لما لوالو كيف الشراء هي كتلق المدية لكن خليك يبقى يغلى وغادي ناخذ واحد كاس الا ربع ديال الماء نضيف عليه واحد الملعقة كبيرة مملؤة ديال النشاة ونخلط جيدا حتى يدوب لي هدك النشاة في الماء حتى ميبقاش عندي فيه نهائيا كويرات وغادي نضيفه على هدك الفريز كيف كتلح دمعي كيف يفريز هدك القوام دياله هو هذا فهد المرحلة كنضيف هدك الكاس اللي فيه النشاة صافي كان نخلط نخلط حتى غادي اعقاد لي هده هده الفريز هدك يعني بحل المربع بالنسبة اللون رغم ما ضفط له ملوين انا اصلا عندي الفريز اللون دياله حمر بزاف زائد انني كنصور بالكاميرا يصدي يعني كتصحح اللون يعني كتجهد اللون هده ما كان البنات صافي كيف شو معايا الفريز كيفاش ولي القوام دياله كيف كتلكم كيولي دير بحلش كد ديال مربع غادي نطفي عليه النار مباشرة سنغامش نوضعوه فوق الطبقة الاولى من الكريمة بعدما كانت تدخلت اللاجح تات شدات فراسة عاد اصابت هده الطبقة الثانية كيف كتلكم البنات هده الكيميه ستخرج لكم ثمانية الكيسان ديال التحليه وانما انا درسوا في كيسان كبار شوفوا غرف الشدد يدي قدش راهم كبار بزاف وحتى في الماكلة صار حاجة وكي يقهموا يعني مكتقدر يش تكمل الكيس فيفضل انكم تديروهم في كويسات اللي هما صغيرين باش هكي يخرج لكم كمية كبيرة سافي هنا كننظف الكويسات ديالي باش يبقاوا من قيين وزوانين وغادي ندخل التحليه ديالي تلاجا سوف اول حاجة تحليه من وراها غادي ندوز مباشرة سوف نشرمل واحد جاجة بلدية عندي اختي واحد جاجة بلدية متوسطة ما كبيرة وما صغيرة غسلتها مزيان بالحامض والملحة وسكين جبير كيف كنتشفوا نقيتها فقط لفخيضات اللي خليت فيهم شوية للجلدة ما تبقاكوش يحيت ليه الجلدة حيث ما تتعجبنيش بصراحة هنا عندي جوج فصوص كبار ديال التومة اللي دقييته مفاد المهراز شبيه المهراز ديال النحاس ديال المغرب ديال المغرب ايه وصفة البنات هنا ضفت جوج معارق الكبار ديال القصبور والبعدنوس القصبور والمعدنوس مقطعين ضفت واحد مكعب ديال الزعفران شعراء مع القصغيرة ديال الزنجابيل مع القصغيرة ديال الكركم او الخرقوم بلدي ونص مع القصغيرة ديال الابزار وره المقادر كل شي نخليهم لكم مكسوبين في صندوق الوصف ونصف حمضة مصيرة نحيط لغير اللب والقشور ديال الحمض سوف نتزين سوف نضيف زيت المائدة ممكن انكم تديروا زيت الزيتون وانما كيف تعرفوا دجاج البلدي شوية مجهد فما يحتاج انكم تديروا ليه زيت البلدي سوف نضيف صافي صافي شرملت هالدجاج ديالي خليت وهنا مرقد تقريبا كثير من ثلاثة الساعة وهو مرقد فديك الشرمولة هنا سوف ندوز باش نحضر العجينة ديالي انا كنوريكم التحضيرات وسوف نضيف مراحل باش كمشي انا في مطبخ ديالي وكمشي مرتاحة هنا عندي 400 جرام ديال بقيق عندي معلقة ونص كبيرة ديال السكر ساندة معلقة كبيرة ديال خميرة الخبز حبيبات سوف ندر واحد راس معلقة ديال الخميرة الحلوة وجوج معلقة ديال زيت المائدة ممكن تعاودها بملعقة ديال الزبدة اللي بغيتو يعني انها كمش نخليها شوية اقتصادية وعندي جوج معلقة ديال حليب نيدو يعني الحليب غبرة اللي ما عندش حليب غبرة غورت طبيعي او اللي غدي تدري الكاس ديال الحليب وتكملي بالماء البارد وعندي هنا واحد معلقة صغيرة مع مرش ديال الملحة سوف نعجن بالماء الدافي حتى نجمع هاد العجينة ديال مزيان وتكون عندي واحد العجينة اللي ستكون شاد دفراسة وانما ستكون رطبة يعني شاد دفراسة ورتبة واذا بدتم ما فهموني دب انا كي قولك انا نقم قم دبار رطبة وتتلسق شوية في اليد وشاد دفراسة هادي ديال فهم تسطى موما بلاس كيف كتشوفوا معايا قيد احكا معاكم احنا العجينة كتكون كيف شو معاياها هي مجموعة ولكن تتلسق في اليد واحد شوية دبار ندخله في المعقول يعني هدا هو القوام اراه باين لكم في الفيديو هدا هو القوام ديال العجينة اللي احنا محسجين لي سافي غادي نديرها في واحد الاناء اخر اللي مدهون بالزيت العجينة كتكون طرية الى ما كانش طرية ما غيجوكم شاد فطاء رطبين غيجوكم قاسحين مدقصين كيف قدتكم دهن سب شوية ديالزيت وغادي نخليها تخمر حتى غادي ضاعف الحجم دياله وغا تولي عندي بهذا الشكل اللي انتو ما غا تشوفوه معايا يعني واحد العجينة اللي هي ناجحة مئة بالمئة وثا اي فطائر درسيهم بهذا العجينة يعني تقدري هاد العجينة تعتام ديف اي فطائر كتبغيهم يجي ورطبين طافي انا غادي ناخد هاد العجينة ديالي غا نهويها يعني غا نحيد منها هداك الهواء وغا نستعين برشات من الدقيق لانها كتكون تتلسق واحد شوية نقسمها على جوج كل نصف غادي نقسموه على 6 ديال الكويرات بالنسبة للكويرات انا في الاخير عبرتهم باش يجيوني تقدو حدا دارت كل كويرة فيها 63 جرام ولكن راجو كبار انتم ما غا تشوفوا معي في الاخير جو كبار يعني لابغيتوم يجوكم صغير وراء ندروا غير 50 جرام او اللحم 40 جرام ولكن 50 جرام غا يكون كافي يعني باركة هنا غادي نساوب العجينة نقسمها على الججر غا ندر منها قريش ليس او اخبيزيس بالشوكولاتة ورائدات شكل جديد وشكل زوين ما غاديش نقول لكم حصري وانما شكل اللي هو رائع كنتمنى انكم تدروا البيتزا بالشكل اللي غادي نحطرها معاكم جث ولا ارواع سافي هنا يا درت هادو الحلوين درت فيهم شوكولاتة الدهن ممكن در فيهم خيم باتيسيار يعني كيبقى الاختيار ديالكم سافي سنتلقى العجينة غير شوية ماشي بزاف غير نطلق فين غادي نجمع الجناب ندر واحد المالقة صغيرة ديال شوكولاتة الدهن ممكن ندروا النوتين لا او اللي بغيتوا سنستعمل شوكولاتة الدهن العادية وسنستد مزيان نقفلوها مزيان باش هكما متخرش لكم منها هديك الشوكولاتة سنستعم شوي ديالتغيخ باش نكورها وسنقرصها شوي يعني ما نخليهم مكورين لان لو خليتهم مكورين سيجوكم غلاد بزاف وهنا غادي نصاوب معاكم البيتزا على شكل وريضة هنا كنتلقى العجينة ديالي مزيان كالرقاقها يعني كتكون العجينة رقيقة ما ندروش العجينة غليضة نهائيا باش ما منين نشكلوها على شكل ديال وريضة ما تغبرش لكم هداك المنظر دياله ما يغبرش لكم لانه لو كانت غيضة يغبرش الشكل ديالها صافينا كنحاول ان نعطيها واحد الشكل اللي هو دائري نحاول وانا ندرها مدورة راختكم مخشوية كيف قلت لكم براجلة انا يمعا معدل لك وانما حاولت هنا عندي هالجبن ديال الدهن هذا ديال المركادون يدير اورو يعني يدير عشرة درهم بوطة فيها ميسين ومع تلتمية غرام يعني رخيصة يعني ارخص جبن ممكن تستعمله بالنسبة لما عندك الجبن الدهن غير الجبن العادي المثلت سوف يدو بيه مع شوية الحليب حسكي والكريمي وغتستعمليه كون شلي الحل خاص غير شوي لتفكير صافي صافي البناس انتو ما ندير هاداك الدائرة بالجبن ونرد عليها الجوانب بهاد الشكل هدا انا غادي نعاود معاكم احد اخرى بش تركزهم زيان مع الشكل صافي احنا بش هادوك الجوانب كيكونوا محشيين بالفرماج يعني كتجي كلها فيها مداقات اللي مخسيفة وزوينة بزف سنجيب المقص وسنقطع مجانبين يعني ما نقطع شرائح واقفين نقطعهم مجانبين كيف كتشوفوا معايا وسناخد الراس دي هاداك الجنب وكرده الوسط يعني الراس دي الجنب وكرده الوسط يعني الشكل راه واضح وباين وسيعطي واحد النتيجة اللي هي رائعة جدا سافي هنا حتى نكملهم كاملين سنستعين داروهم شوية دقيق وسنحاول انني نلصق هادوك الاطراف في الوسط وغادي نهزاء ونحطها في الطاول اللي غادي ندخلها للفرن باش من بعد غادي نعمرها هاد المرحلة ممكن انكم تدروها مباشرة في الطاول اللي غادي ندخلوها للفرن كيف شو معايا ان الجبن ندرسوه هاداك البوش دي البلاستيك ندر هاداك الدائرة بالجبن وسننسد عليها هادوك الجوانب بديل العجينة سافيس نحاول ان ينسدهم زيان ونقطعه بالمقص بشكل يعني اللي كيكون مائل ماشي مستقيم نقطعوه بشكل مائل وهداك الرأس دي اللي كتقطعه كنردوه في الوسطى عندما رأى الشكل واضح وبين تنتمنى تنتمنى انكم تكونوا فهمتوا الطريقة وتنتمنى انكم جربوهم حيث حقا جو ولا ارواع جو رائع لا في المذاق ولا في المنظر كل شي جا فيهم زوين كنتمنى انكم جربوهم وما فيهم الشي مكونات اللي هي كتيرة هنا عندي السلسة الديل الطماطم الجاهزة ضفت عليها شوية زيتون مليحة وبزار و شوية زعتر فقط وشحرتها بالنسبة لما عندهم شوية السلسة البيتزا الجاهزة سوف تحكي اختي واحد ما طيشة سوف تدر معها شوية زيت العود و شوية زعتر مليحة وبزار و سوف تشحرها و سوف تصولي عندك بالشكل هذا سوف ندر السلسة في هذا الوسط وسوف ندر الطون يعني ببيتزا اقتصاديين ما فيهمش بزاف دي المراحل يلعجينة فقط غير من نحيس باش نشكلو على هذا الشكل هذا و سوف ندرت الطون سوف ندرت الجبن سوف ندر واحد طريفة دي الفلف الخضراء او الفلف الحمراء اللي بغيتو و سوف ندر زويتينة هنا عندي واحد البيضاء خلطتها مع واحد جوج مع القديل الحليب و سوف ندهن بها هدوك الجوانب دي البيتزا هاد المرحلة يفضل انكم تدروها قبل ما تبدو تدروه في الحشوة باش كما تجلخش لكم الدنيا انا يا مدر ترشي صراحة غلط ولكن ما تحوش في نفس الغلط ديالي هو ماشي غلط و انما غير خدمة تجي معنك شوية وهنا رشيسة الحبوب ديال الشية او اللي حبوب الخشخاش او اللي الزجلن او اللي ممكن تخليوهم غير هكي ما ترشون بتشي حاجة هذا فقط تزيين سوف ندهن جانبا كي خمر وغير واحد شوية باش ندخلهم الفران و سوف ندهن نفس الخليط ديال البيض الحليب سوف ندهن به هدوك الفطائر او هدوك القريساس اللي درناهم بالشوكولاتة يعنيها من عجينة واحدة خرجنا 12 قطعة ديال الفطائر اللي هم اكبار و مشبعين و ممكن انكم تخرجوا كتر الى صغرتهم منهم الملح و منها الحلوم و كي يجي الماداق مختلف و مزقونوش نهائيين وش انهم من عجينة واحدة النصف ديال هدو فطائر ديال هدو البريوش رشيت عليه اللوز ايفلي و النصف درت عليه البيبيت شوكولاتة كيف كتتعرفوا اللي اذا صغار كيبغوا الشوكولاتة صافية و غد ندخلهم الفران بالنسبة الفرن كيكون مسخن من قبل انا درت الطاوة في الجهة السفلية كنشعل غير من تحت على ميتين و سعين درجة عفوان غير من الاسفل حتى كيتنفخوا عاد كندير الطاوة الوسط و كنشعل من الفوق هنا انا غد ندخل الطاوة سبجوج لانا كان مبقاش لي الوقت بالنسبة بغد تقولوا غد تشم الريحة ديال هادي ولا هادي لما كتشمش الريحة نهائيا لانا هدو كل الليل انهم احنا من الفوق و الحلوين دينهم من تحت وصافية البناس هنا غد ندوز باش ندير الدجاج ديالي طيب اللي ديجا شرملتو معاكم هنا خديت واحد جوجبصلات متوسطين قطعتم هكا شرائح هنا غد ندير الدجاج لبلدي غير بالبصلة والزيتون و الحامض مصير سافي تنشحر هديك البصيلة مع شوية زيت المائدة تكدبن عاد كنضيفو عليها الدجاج عاد كنشحروا الدجاج مع البصلة يعني كنشحروا بصلة بوح ديتها تكطيح عاد كنضيفو عليها الدجاج مديروش مباشر الدجاج على البصلة حيث تصفها من كنزة كيف كسعرفو هاد دجاج البلدي تبغي شوية ديالطياب مشي بحال الججر رومي يعني الججر العديد ضغيتي طيب وغيف الطاجين أنا هنا غدي نطيبو في الكوكوت و عاد في الاخير غدي نقدمو نخليه تشحر شوية طاجين غير باش نقدمو فيه وصافي أمل اللي بغات مباشرة من الكوكوت تقدمو في الساحة نتوقع لك الإخسيه يا رخص هنا أنا غدي الصراحة نصدعي الكوكوت وغدي نصفر عليه وحد شوية وهنا الفطائر ديالي البريوش بالشوكولاتة شوفوا كيف يجيه شيش هنا عندي سخون كاتازين نضيف عليه واحد الرشة السكر غلاسي مشي ضرورية وإنما إختيارية ولكن كيجيني أنا هاد السكر غلاسي يعطيهم القيمة و سيعطيهم الشان ونهمة سيعطيهم واحد لما نضراقي واخي يكون مبسط اي وصافي البنات هنا غدي ندوز باش نحضر معاكم العصير ديال اليومة عندي جوج حباس ديال ليمون حامض وعندي جوج حباس ديال بورسوقال غدي ناخدهم غير قشاة الخفيفة للفوق يعني من وصلوش نهائيا البلاسة البيضاء سوف ناخد هذا البورسوقال بجوج وناخد هذه الليمونات الحامضة سنقسمهم على جوج نضيف القشور نضيف عليهم ربعات المعاق ديال السكر ساندة بالنسبة للسكر تبقى على حسب الدوق وليك ربعات المعاق يجب حلوين على حساب الحامض يعني ديرين الليمون الحامض يكون حامض حساب سوف ناخد هادوك جوج بورسوقالات سوف نعصرهم سوف نضيفه على هادئك القشور ديال الليمون و ديال بورسوقال سوف نخليهم هنا تقريبا واحد ساعة المقانة سوف نصفيهم سوف نصفي من بعد ما نصفي هاد العاصير ديال بورسوقال سوف نضيفه سوف نضيفه مكعب ديال مجمد وتحتافظوا بهم تقريبا الكيكا او اللي بغيتوا انا صار حرميتهم اضفت على هادئك المركز ديال الحامض والبرتقال ضفت عليه لتر واحد ديال الماء اضافات ديال الديسر ستبقى اختيارية ممكن شربه هكك بحل لموناده وممكن انك تضيفه فواكه انا فضلت اني نزيد له فواكه ما بغيتوش خفيف بزاف اضفت واحد لحبة ديال الموز وجوش حبات ديال بعويد وضفت هادا كليتر كامل ديال المركز او لدي العاصير ديال المركز البرتقال والليمون هاد العاصير البنات جا فيه واحد لده اللي خطيرة وكأنك تتشرب شي عاصر في الشي ريستورون الكبيرة وانتي تتشربها في دارك ها مهم حطي العاصر وانتي تخيل راسك في او طيثين كتوال ها ها صافي البنات ان العاصر ديالي يترسو في ذاك الكاس اللي غاد نقدم فيه شوفو انا كوزينا عندي لقد الحال شوفو غاد شوفو غاد نحاط شوفو غاد نحاطه شوفو غاد نوجده وقد نحط في الارض حدايا سوف نقلب الدجاج في الطاجين سوف ندرها عليه و نرد نسفق العافية سيتشحر على عافية بينما يدن الآداء سوف نضعه باقي سخون سوف ندرس القشور حامض مصير و ندرس المغرب سوف ندرس المنظر رائع سوف ندرس الدجاجة كاملة سوف نحن نفطروا منها و سوف نسحروا منها و هادا هو العصير شوفوا القوام شوفوا الوون البناث وكأنك ضيفا له ملون لون يعني في واحد اللون رائع رائع هذا هي تحلية دي الفريز زي ينتاكب شوي النعناع لدينا مرطبا لعنبهجا خسي بالألوان من الألوان ان يعجبون من فتح الشهية ايه وصافي شوو التحلي يا كريم يا سلام يا الابناس ما شهيتكم فيها للي كتتوعهم..سمحي لي يا اختي إليك انت حدا يجين صاوب عليك ولك تبعد من يا اختي ما عندي ما ندير لك سمحي لي يا و ويريد لك نجيت لكم الحل المحمد الله يسمحينا منكم ايه وصافي هادي هي البيت زادين الورايضات شوفو كراش كتشيه شيشا بحل قطن هنا كانت بردات و قبضت ساعة 4 قبل الفطور لا ساعة 4 قبل الفطور نصف ساعة قبل الفطور يجمد و هنا بردوا و شوفوا القوام هذو الجنبات التي يكونوا معمرين بالفرماج و لا تجيش غلاية نهائية ورقاق لا تجيش مع الجنين سنتمنى انكم تجربوهم بها الطريقة لانهم حقا تستحقوا الجريبة هذو وصفات الاقتصاديين يعني هاي عجينة و حضار 400 قرام خرجنا من 12 حبات الفطائر و هذا البريوش مهم البنات كنتمنى ان الفيديو اليوم ان الاعجاب لا تنسوني شعفكم البنات اتمنى اللايك راك يشجعوني بزاف و خلوني نستمر و نزيل القدام و نقول لكم مع السلامة الى فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة